أسرار في حياة الملك سلمان بن عبدالعزيز ليعاش الملك سلمان عبدالعزيز خارج المملكة لعدة سنوات وإيه السر ورا حرقه للحقيبة السوداء لمدير مكتبه عبدالله السلوم وإيه هي المكالمات اللي بيرد عليها الملك سلمان بنفسه في حياة ملوك الأمراء والعرب كتير من الأسرار لكن يبقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي واحد من أبرز الشخصيات في حياة العيلة الملكة بالسعودية ونموذك إنساني لملك احتل قلوب أمراء وملوك السعودية لأكتر من نص قرن لكن إيه السبب الحقيقي ورا تخلي سلمان عن حكم الرياض بعد نص قرن السبب هو شعور الملك سلمان تجاه إخواته الأمراء خالد وسلطان ونايف وسطام وعبدالله بالحب الجارف الأمر اللي دفعوا لترك الرياض مع شقته الأولى وشؤون الحكم وملازمتهم طول فترة مرضهم خارج المملكة لكن تعرف إيه اللي خل الملك سلمان يؤمر بحرق الحقيبة السوداء لمدير مكتبه بعد وفاته؟ بعد خمس أيام من وفاة مدير مكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز طلب حقيبة محددة من خزنة عبدالله السلوم مدير مكتبه وحرقها بنفسه لأنها كانت بتضم أضايا لهيئة الأمر بالمعروف وأضايا مخدرات ومجموعة من الأسرار وكان هدفه الحفاظ على أسرار المسلمين وعدم السماح بنشرها وأن الأسرار دي تموت بموت مدير مكتبه لأنه كان بيؤمن دايما بأن السطر هو واجب إنساني لكل مسلم وغيره ودي من أكتر الصفات اللي اشتهر بيها طول حياته الملك سلمان هو الإبن الخامس والعشرين من أبناء الملك عبدالعزيز السعود وكان أمين سر المملكة والمستشار الشخصي لملوك المملكة قبل توليهم حكم البلاد لكن إيه شكل حياة الملك سلمان بعيدا عن كرسي الحكم سلمان هو الأب الاثناشر ولد وبنته واحدة هي الأميرة حصة بيمارس الملك سلمان الرياضة يوميا واللي ما تعرفوش إنه من أكتر الملوك اللي بيتميزوا بزهن حاضر وحفظ التاريخ الأصول والعائلات السعودية تمتد لجد الجدود يا ترى إيه العادة اللي بيحرص عليها الملك سلمان وبيعملها بشكل يومي بيمارس الملك سلمان القراءة بشكل يومي وبتحتل كتب التاريخ وأحداثه أغلب قراءاته وهو فيها باحث ومحلل تاريخي فكان الدعم الأول لإنشاء وتطوير المتحف الوطني للآثار والثراث بالمملكة رغم ما كانت الملك سلمان بن عبدالعزيز كملك إلا إنه بتربطه علاقات ود مع الإعلامين ورغم ما شغله الكتيرة إلا إنه حريص على المتابعة الدقيقة للإعلام السعودي والتعليق عليه سواء بالشكر أو بالنقد ده غير إن الملك سلمان بيقوم بالرد على أصحاب الاحتياجات الخاصة بنفسه وبيتابع حالتهم في وسط كل المهام الكبيرة اللي بيتولى الملك سلمان الإشراف عليها ومش جديد على خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهتمامه بشؤون السعوديين ومتابعة أدق تفاصيلهم خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نموذج لقائد لم تشغله مهام حكمه عن الحياة وسط عائلته بروح الأب والصديق والداعم فكتب قصص وفاء توجد حياته جعلته السلطان على قلوب أمراء وملوك آل سعود لأكتر من نصف قرن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر